اهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم مع ضيفي القادم من موسوعة اعلام اليمن امير سياسي حاكم كبير الشخصية من اهل القرن الرابع عشر الهجري العشرين اوائل القرن العشرين الميلادي سمع عنه الناس ولكنهم في حاجة الى التعرف اكثر على من هو انه مؤسد الدولة الادريسية محمد ابن علي ابن محمد ابن احمد ابن ادريس الادريسي ولد في مدينة الصبية سنة 1293 للهجرة وتوافق سنة 1876 للميلاد هو من المخلاف السليماني واليوم هي جزء من المملكة السعودية ومحمد علي ابن ادريسي هو مؤسس دولة الادارسة في مدينة صبية من عسير فيما كانت تسمى المخلاف السليماني اصله من سلالة الادارسة في مدينة فاس في المغرب وفيها ولد اسلافه الادارسة وتنقل جده احمد باولاده حتى استقر في مدينة صبيع وفيها ولد هذا العلم الامير المؤسس لدولة الادارسة ولما شب وصلوا بعوده رحل الى مصر وتعلم في الازهر واتصل بالاسرة السنوسية العلوية الحاكمة في ليبيا لطلب الدعم وكان طموحا يتطلع الى السيادة فنشر في مدينة صبية الطريقة الصوفية لجده احمد بن ادريس التي يرعاها ادارسة ليبيا والمغرب فاتبعه كثيرون حتى كثر اتباعه وانصاره واعلن الثورة ضد احمد الخواجي باشا حاكم صبية الذي كان يحكم تحت الولاء للخلافة العثمانية في تركيا وقبض عليه وقطع يديه الى الرسغين واستولى على مدينة صبية وحاربه انصار السلطنة العثمانية التركية فلم تنجح وسيطر على بلاد عسير واتسع نطاق سلطانه في المخلاف السليماني وحتى تمكنت قواته من الاستيلاء على مناطق عديدة في اليمن ولما قامت الحرب العالمية الاولى سنة 1332 للهجرة الموافق سنة 1914 ميلادية اتفق مع الانجليز على ان يلتزم الحياد وان لا يعيق طموحهم وان يسعه ما وسع الشريف حسين ملك الحجاز الذي تحالف مع الانجليز وقاد ما تسمى الثورة العربية الكبرى ضد السلطنة العثمانية التركية ولكنه اقام تحالفا مع ايطاليا واحتفظ بعلاقاته مع الانجليز واستطاع الزحف الى مدينة الحديدة الميناء الرئيس لليمن ابان مملكة الامام يحيى بن محمد حميد الدين واستولى عليها وكان متفقا ومتحالفا ايضا مع الملك عبدالعزيز اهل سعود على تأمين مصالحهما ووقع معاهدة لحماية بلاد عسير من الهجمات التوسعية من حاكم الحجاز الشريف حسين بن علي او هجمات الامام يحيى بن محمد حاكم اليمن الذي كان يود مد سلطانه على المخلاف السليماني وعسير وكان حاكم اليمن والحجاز بينهما علاقات وتعاون سياسي ضد ملك نجد الملك عبدالعزيز واستمر هذا العلم ضيف اليوم محمد بن علي الإدريسي في الحكم الى ان توفي سنة 1341 للهجرة الموافق 1923 للميلاد بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بعد هزيمة السلطنة العثمانية وتغيرت أوضاع الحكم والحكام والدول رحمه الله جميعا وإلى لقاء غدا مع ضيف أو ضيفة أخرى وإلى لقاء